نأخذ المئة تراوي تبقى معنا عشر دقائق عشر دقائق اللهم استعاني الوقت يمشي اللهم استعاني لو أرحمك الله شكرا لو يعني في عجالة نتكلم عن المئة تراوي والله ما يرسل حالها حلقة ها نتكلم عن المئة تراوي بالتفصيل يعني بالتفصيل لازم يمشي يعني لكن لو نجمل لماذا كما يعني لملم الأوراق يعني حولها قبل أن ننطلق في الحلقة القادمة بذلها مع هؤلاء الروا يعني بكل اختصار طبعا يعني فيما مضى نرى أن الشيخ الأزهر مسالم ليس عنده إلا الثناء المهم لا يناقش في آية لا يناقش في حديث لا يناقش في قول لا يناقش في رجل بل يقول يعني كذب ينظر أنه راجع إلى الأسانيد وقرأها وقلقاها كلها شيعة بعدين قال ليش كلهم شيعة يعني ما يقبلون السنة ما يقبلون رواية الشيعة يعني قال لا يقبلون والدليل في مئة تراوي قبلوهم قال عطني إياهم عطاهم إياه تكرهم للمئة تراوي قال لي صح كيف يعني يعني لم أنتبه لهذا كان الشيخ الأزهر يقول له أرثا يعني حتى خدمه خدعه خدمه فأنا ندري لماذا عدل أهل القبلة يعني إمتي أهل البيت فلم يتعبدوا بمذاهبهم يعني هذا الآن يعني يكذب على أهل السنة ويدعي أن الشيخ الأزهر يعني قال هذا الكلام ورضيه وهذا كله يعني كذب وزور كذب وزور على أهل السنة وعلى شيوخهم يعني هذه المراسلات كلها يعني هذا الذي يريد أن يعني يلتفت الناس إليه يعني كل هذه المراسلات ما في مناقشة لآية واحدة ما في مناقشة لحديث واحد ما في مناقشة لراوي واحد يعني أين المناقشة؟ أين قابلها بالدود عن حياضها؟ ما فيه ما فيه يعني لأحد عوام بل العكس يقول له كتابك لا ريبة فيه ذلك كتاب لا ريبة فيه ما يدلك أن الذي وضع هذا كام واحد ثياق واحد شخص واحد أسلوب واحد أسلوب واحد السجع كلها والسجع واحد والشيخ الأزهر يثني ويمدح وكذا 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 وهذا الأشكور وقصر فعلا كلامك باطل الصغرى باطل والكبرى باطل هدم 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 على طول أحقق هذا السؤال شيخ الأزهر أنا 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 والله أنا يعني أنا أريد أن أقول للشيعة يعني يعني الآن نحن تترى في المراجعة السابع عشرة تقولنا السادسة عشرة تقول مراجعة السادسة عشرة وكل هذا الكذب على الشيخ الأزهر أنا نتكلم عن اثنى عشرة عن اثنى عشرة ومئة اثنتين عشرة ومئة مراجعة حنا الحين في السادسة عشرة يعني بقي لنا قريب من مئة مراجعة بقي لنا قريب من مئة مراجعة بالله كم سيكذب على أهل السنة كم سيكذب على شيخ الأزهر يعني شيخ الأزهر ترى هذا تكلم كثيرا هنا سيأتينا إن شاء الله بمراجعة الشيخ الأزهر كلامه سطر كلامه نصف سطر خمس كلمة زدني بالله زدني أعطني من علمك فهمنا وضح لنا كل هذا يعني يعني أنا أخاطب عامة الشيخ لا بس لكم الحق أن تستدلوا على لمذهبكم هذا حقكم لكن ليس بالكذب والزور ناقش نقاشا علميا حقيقيا أنا الآن أناقش نقاشا علميا لا أسب لا أتهجم لكن لا أقبل لا أقبل أن أن تصاغ الأدلة بهذه الطريقة لا أقبل أن يجعل شيخ الأزهر ضعيفا بهذه الصورة لا أقبل لا أقبل تريد تناقش نقاشا علميا رجلا لرجل أما أن تجعل شيخ الأزهر بهذه الصورة الضعيفة جدا لا نقبل هذا أبدا لا نقبل إلا أن يكون شيخ الأزهر شيخ الأزهر كما هو معلوم خاصة نحن نتكلم عن شيخ الأزهر في ذلك الزمان لما كان الأزهر له أوقافه وله شخصيته ويختار شيخ الأزهر من علماء الأزهر هم الذين ينتقل شيخ الأزهر كمثل الشيخ سليم بشر رحمه الله تبارك وتعالى في تلك المرحلة طيب لما يكون شيخ الأزهر من أعلم أهل بلده لما يكون غير بلده أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون شيخ الأزهر بهذه المرتبة جعلتموه لا يفهم شيء ولا يعقل شيء ولا يحسن إلا الثناء ما عنده إلا الثناء أين النقاش أين صور المخطوطات التي تدعونها صور المراسلات المراسلات هذه أين صورها أنا أقول لشياءة العالم كلها عندكم جميعا كتاب المراجعات تابعوا معنا وشوفوا هل نكذب على عبد الحسين أو لا ونحن وضعنا أنفسنا الآن مكان شيخ الأزهر ونناقش الأدلة بالأدلة والحجة بالحجة فإن كنا صادقين فاقبلوا قولا وإن كنا كاذبين فهذا حقكم واعترضوا علينا والبرنامج على هو مباشرة بمكان ما يتصل اتصل وقل هذا كذب هذا غير صحيح هذا كذب أبد وأنا على الرحب والساعة أبدا لكن لو ألفوا كتابا بعد موت الرجل وأنسبه إليه وليس عندي أي مخطوط أو شيء أو دليل يثبت هذا يثبت هذا هذا الذي يعني في هذا ثم لو لحظت يا شيخنا يعني صارات إخوانا الموحدين من عوام أهل السنة يتصل ويناقش ويرد هذا شيخ الأزهر لا يناقش ولا يتكلم ولهذا كنت أتكلم مع أحد الشيعة طبعا لا يخفت شيخ الأزهر إذا أرادوا أن يدعوا لماذاهم قالوا انظر هذا السؤال قلت أنا أريد سأسلم لك في هذا الكتاب قلت شيخ الأزهر لماذا لم يرد على الأدلة التي أوردها لماذا لم يرد على آيات أحاديث لماذا لا يناقش يدعو أعلم تماما أين المناظرة صحيح فسكت ما قال شيء ما استطع ولن يستطيع ولن يستطيع لأن الكتاب كله لأن الكتاب كله يعني ولعله يصدق كلام الأخر الذي اتصل علينا يومما نعم أنه كتاب أدبي نعم يعني لا لا حتى أدبي فاشل حتى أدبي فاشل تاجع أدبيا نكون بهذه الطريقة ما ما يظهر ما يظهر المعارض موافقا تذكر أول ما قلنا هذا يرفع هذا يكبس هذا الواقع هذا الواقع شوف قاعد يرفع ما يرفع لكن المشكلة هو أن يتبس عليه هذه المشكلة الله نستخدم الله نستخدم رسالة شيخ تختم بها والله أنا رسالة أختم بها أن إنسان لا يغمض عيني ويقول الشمس غائبة طيب لا يغمض عيني يقول الشمس غائبة وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار وإلى دليل ونقول خذ ما تراه ودع شيء سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن سحلي والشمس ما يغطيها المنخل نستخدم المنخل أو لا ما تغطى الشمس تبقى الشمس ظاهر وعليك بالعيان عليك بالظاهر هذا أعظم كتاب عندكم انظروا كيف أنه يعني إلى الآن نحن في مراجعة السادسة عشرة انظروا كيف أنه ضعيف وكذب على أهل السنة وحجة لا أريد أن أحكم لكن أقول إلى الآن ما مر به دليل صريح صحيح يمكن الاعتماد عليه فيما يدعون والذي يأتي أعظم ان شاء الله تعالى في إبطال هذا الكتاب وذكر عواري فأنا أقول اقرأ ابحث لا تكن إمع يقول عبد الله بن مسعود وطنوا أنفسكم على أن لا تكونوا إمع إن أحسن الناس أحسنتم وإن أساوا أن تسيئوا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا أن أساء لا تسيئوا لا ينبغي للإنسان يكون إمعا لا يكون قولتهم مع الخيلة شكرة وإن الله تبارك وتعالى في كثير من آيات الكتاب العزيز يأمر بالتدبر والتبصر والتعقل والتفهم سبحانه وتعالى والتفكر والتذكر دائما يعطي العقل قيمته فأنا أقول أعطوا عقولكم قيمتها وانظروا في هذه الأمور التي يدعونها هل هي حقا أو باطن فإن كانت حقا عليكم بالعافية وإن كانت باطنة اتخذوا القرار وهم يا شيخنا يعني هم يتابعون الآن إما أن يسلموا ما نقول أو يناقشون لا يحق لهم أن يبقوا هكذا لأنه كتاب عندهم من يعتبر كتاب هام جدا لا ريبة فيه له منزلة لا يثير باطن بين يديه ولا من خلفه فحقكم إما أن يقولوا هذا الرجل يكتب ويفترع الشيخ الأزهر أو أن يقولوا لا نحن نتصل عليكم ونناقشكم رحب به والله اتصلوا لهم اتصلوا كيف أنا مهتم أنا كثيرا أنهم نقول ما عندنا رأس الله لنا ولهم الهداية ما منه جزالك الله خير الله يبارك فيك سلام الله يبارك فيك الله يبارك فيك خطيب متابعتكم دمتم في حفظ الله ورعايته نراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته